السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة مقاوز فكنت مني ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يوم ان شاء الله هدي نقترح عليكم عصير صحي مئة بالمئة مناسب جدا لشهر رمضان اقتصادي جدا ومنعيش المطقة ديالو كيجي التح فكنت مني ان شاء الله تجربوه وينال اعجاب ديالكم بالنسبة للمكونات اللي غد احتاجوا فيه انا احتاجت ثلاثة الحبات البرباء بحجم متوسط كيف كتوفو غسلتم متين وقشرتم اذا كانوا كبارين ممكن تستعملوا جوج فقط وغا نحتاج هنا عندي حبة ونصف للجازر حيث كبارين ممكن تستعملوا جوج بالحجم متوسط اللي قشرتم وغسلتم متين غا نحتاج واحد الحبات الليمونة حمضة بالقشور ديالا واحد الحبة كبيرة للبانان ممكن تستعملوا جوج صغارين اذا كانوا عندكم بالنسبة للسكر فكيبقى حسب الضوء انا كتفيت هنا بثلاثة مع علاقة طعام آآ كافي النائط وما ممكن زيدوا اللي بغيته وغا نحتاج لتر من المال اللي غادي يكون بارد ما عادي وغادي نجيب واحد الخلاط الكهربائي هكذا وغادي نقطع فيها الليمونة بالقشور ديالا غادي نزولها فقط العطيمات اللي فيها او الناوات صافي وغادي نقطعها على شكل مربعات هكذا صغيرة بالقشور ديالا باللب بكل شيء غادي نضيف عليها نصف الكيمية ديالما وغادي نحتفض بالنسب النصف الاخر او غادي نضيفه التلوتين ونحتفضه بالتلوت غادي نطحن كل شيء هكذا مسيان بالقشور بكل شيء تقريبا واحد دقيقة او جوج دقيق حتى تطحن معي الليمونة مسيان بهذا الشكل هذا كيف كان تشوفوا تعاملت الرغوة صفي وغادي نصفي هاد العاصير هذا غادي نجيب واحد الصفي ممكن تتعملوتو بالحياتي اذا كان عندكم وغادي نصفيها شوية بشوية كل ما غادي عمر لي الصفي بهادك اللوب والقشيرات غادي نحيدهم على جانب ممكن ما تربيوهم شي دا بغيتو تحتفضوا بهم تنشوفوهم زيان وتحتفضوا بهم في فتلاجة فانا غادي نستمر هكذا آآ كنصفيهم ملي غادي تقور لي كامل او ملي غادي نجمع هاد الكيميات هاد اللوب آآ والقشور غادي نعاود نضيف عليهم الماء اللي بقها لي ونعاود نصفيهم مرة اخرى يعني بحالة نزيد نعصرهم مرة اخرى وكنصفيهم من المركز الحامض اللي فيهم صافحة كنسالي آآ الكيميات اللي عندي هكذا كيف كتشوفو وغادي نضيف عليها ما تبقى من الماء اللي بقى ليش شوية فغادي نضيفو على العاصر كنتمنى تكون طريقة واضحة هدي هي الكيميات اللي عندي لتر من العاصر الحامض كيجي منعش بزاف وممكن استعمله كاساس للعديد من انواع العصائر فانا شخصيا هاد العاصر هادا من افضل انواع العصائر هلا قلبي كنضيف له فقط شوية السكر ممكن تضيفو في هاد الاثناء السكر اذا بغيتو وتحسفو به هكذا آآ كعاصر بوحدته هكذا ديل الحامض ولكن يوم هادنا غادي نستعمله مع المكونات اللي شفتم معايا وغادي نجيب الجزر غادي نقطعو بشكل صغير هكذا كيف كتشوفو اذا كنت عندكم آآ الخلاط الكهرباء دي لكم ما كيتحان شي مزيان فممكن تحكو الجزر وتحكو ايضا البربا او ريموناتشا تحكوهم زيان قعد تعملوهم في الخلاط باش يتطحنوا فانا بالنسبة لي لي ما عندي مشكلة غادي نضيف كل شي كيف شفتو هنا هنضيف الجزر هنضيف البربا وغادي نضيف البانان اللي ممكن تعملوا جوج حبات صغرين اذا كانوا عندكم صغرين فانا استعملت واحدة لان الحبة عندي كبيرة كنضيف الكيميات السكر كنعود نذكركم السكر حسب الضوء للناس اللي ما كيبغوش الحموضة بزافة ممكن اضيفه آآ الكيميات السكر اللي كتناسبكم بالنسبة لي لتلاتة المعلاقة كافية آآ كتجيني متوازنة مع مع الضوء دلعناصر اللي عندي هناك كاملينو مع الحموضة دلليمون وغادي نضيف آآ العاصر دلليمون كيف كتشوفو غادي نضي نضحن كل شي مع بعض ديته بالنسبة للعاصر فممكن ما تضيفوش هاد لتر كامل اذا بغيتوا العاصر ديلكم خاتر فكتضيفوه غير آآ موعم كيميال اللي كتناسبكم حتى تحصلوه لوحد العاصر اللي غايكون خاتر فهدا وشق ديالو كيف كتشوفوه اذا ما بغيتوه شي هكده بالحبيبات دلجازر والبربا فممكن تصفيوه بالنسبة لي لانا فما عندي حتى شي مشكل كنقدموه بهاد شكل هادا آآ لانك يكون فيه الالياف ديالو كاملة فكنفضل انني ما ما نصفيش من هاد الحبيبات هادو وهدا هو العاصر دي اننا نقدموه بالصحة وراحة كيجي الماضاق ديالو لديد بزاف ومنسا بالبانان باش كنخبعو الماضاق ديالباربا لانها بس لا شوية ومنعيش صحي مئة في المئة كنتمنى ان شاء الله تجربوه الوصفة دليوم وتنال اعجاب ديالكم اذا عجبتكم ما تفخلوش علي اياه بجيم وشدعي واد الخير فهد العواشر الله يخليكم اشتركوا في القناة اذا كنتو كذروني الاول مرة باش توصلوا معايا دائما بالجديد وانا هنا كنقلكم كيف دي مبسحة وراحة او الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله